بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أتمامنا لله الحمد والمنا في الدرس الماضي ما تعلق بشرح شيء من الأصل الأول من ربك الآن نبدأ في أصلك الثاني يعني قيشان ثباغم ذا بسم الله الرحمن الرحيم قيشان ثباغم ذا شو الكتام ذا مضمونن بلن وش أصلا برنجي ثوروغني برنجي بيرلجيك ثوروغي يعني كم ربن كم ديلن ثوروغن ليس قادشا لشنوردك وإني إذن جي ثوروغن واردا عيدك نعم الأصل الثاني ما دينك لو سؤلنا الآن ما دينك ماذا تقول إكن جبيرلجك ثوروغ نعمة سنن دينك نعمة سنن ديننا دي بثوروغ نعمة دي مليك تقول الإسلام ديني من دينم إسلام دي وإدياس أنا مسلم من مسلمان بير دي طيب قد يقول لك قال ما هو الإسلام تقول الإسلام هو الإستسلام أن تسلم لله بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبيع والألوهية والإسماء السبع الإسلام علاوهيج حسن فالمسلم لا يمكن أن يجعل مع الله شريكا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والسفاة فالنقياد له في الطاع المسلم لابد أن ينقعد لا يعص الله سبحانه وتعالى فالنقياد له في الطاع المسلم تقول اكثر من أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى الله يمكنك أن يجعل معك فالنقياد له في الطاع المسلم يمكن أن يجعل معك هناك يمكن أن يجعل معك كذلك كذلك يخبروننا المسلمون قوموا باستخدام الإلسان وقاموا باستخدامنا بإنسان الأديث ولكنهم يفعلوا بحماً لا يرامنا بريد أن المسلمون يترجموا من الشرك والأهلي علي لم يتميز المشركين على تقدمه القلب والنسان والأمدل كانت أسرائى ويقوت في طلبب الآخر والأسرائي كان يكون من الشرق المسلمين من الشرك والمسلمين نعم نعم الثانب الدين ثلاث المرتبة الثالث المرتبة الأولى الإسلام أعلى من الإسلام الإيمان وأعلى من الإيمان الإحسان وإيمانا يقرق فيه لتنجو درجة نام إحسان الأركان الإسلام خمسة الثام دين نم ركن باس ثاني وأركان الإيمان ستة وإيمانا ألتسان ركن وار والإحسان ركن واحد وأحسانا بركن وار والله أعلم